عمل خطة غريبة وهو أنه أخذ مجموعة من المقاتلين وكانوا يختبئون على الطرقات التجارية لأوروبا التي كانت تتجه من أفريقيا إلى أوروبا كانت الجيوش الأوروبية يهجمون على القرى الأفريقية ثم يأخذون الناس ويستعبدونهم ثم يرسلونهم إلى أوروبا هذا الرجل يشعمل أرسل مجموعة من الناس وبدأوا يشكلون فرق مقاتلة فيهجمون على هذه القوافل ثم يأخذون العبيد ويرسلونهم إلى مدارس تسمى الزوايا وكان يعلمهم ثلاثة أشياء كان يعلمهم القراءة والكتابة والإسلام وكذلك حرفة يدوية بعد أن يقضون أربع سنوات في الزوايا ويعيدهم إلى أهلهم فيكونون عاملين أحرار مبدعين منتجين دعاة للإسلام من هو هذا الرجل؟ ليس عمر المختار إنه محمد السنوسي السلام عليكم ورحمة الله وهذا عمر ذيبان يحييكم فأهلا بكم في هذه الحلقة سنتعرف على موقف عمر المختار من الشيخ محمد بن عبدالوهاب في عام 1703 ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان وضع العالم الإسلامي وضع سيء كانت الدولة العثمانية تخوض حروب كبيرة مع الأوروبيين سواء مع روسيا مع ألمانيا مع غيرها من الدول وقد وقعت في خسائر من بين انتصار وخسارة ولكن كان كل همهم وعملهم هو عمل أسكري للدفاع عن المناطق الشمالية للدولة العثمانية فحصل تخلف شديد وجهل في الجزيرة العربية وأصبح الأمان ضعيف جهة الشرق أصبحت الدولة الصفوية مسيطرة وتنشر التشيع تؤذي المسلمين بل أنها وصلت إلى المنطقة الشرقية وإلى الجزيرة العربية وإلى عمان وإلى غيرها من الأماكن في الهند بدأت الدول الأوروبية تسيطر ثم أزاحوا الحكام المسلمين وسلموا الحكام الهندوس للسيطرة على الهند أيضا في أفريقيا وفي المغرب بدأت الدول الأوروبية تحاول أن تحتل هذه المناطق وتستعمرها فكان الوظف العالم الإسلامي سيء أيضا انتشرت فكرة عبادة القبور والأضرحة والتوسل إلى الأولياء والتبرك بالصالحين وهذه يعني مشكلة كبيرة انطلق محمد بن عبدالوهاب ذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى المدينة المنورة جعل الأرض وطلب العلم حتى أنه أصبح من كبار العلماء ولكنه أساءه أمر وهي مسألة التوحيد فوجد أن كثير من الناس تركوا دعاء الله واتجهوا للتبرك بقبور الصالحين لذلك أنشأ دعوه وبدأ يحاول أن يعيد الناس إلى فكرة عبادة الله سبحانه وتعالى وهي التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم يسميها الحركة الوهابية ولكنها في الأساس هي فكرة الأساسية حتى لما تقرأ رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب واضحة وسهلة وسيطة جدا هو يدعو لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة القبور هذه مجمل فكرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكان يركز على قضية التوحيد ليش قضية التوحيد؟ لأنه وجد خلل كبير من الناس أنهم يتجهون لعبادة القبور والأولياء والصالحين ويتركون دعاء الله سبحانه وتعالى أيضا في رسالة مهمة للشيخ الألباني يتكلم عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وما لها من أثر كبير في الأمة الإسلامية المهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدأ يحاول أن يوصل هذه الرسالة للناس بعدة طرق لذلك تعاون مع الأمير محمد بن سعود ثم بدأت فكرة الدولة السعودية وبعد ذلك بدأت تنتشر وتؤثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأصبحت منتشرة في الجزيرة العربية وفي عام 1791 توفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى بعد ذلك استمرت الدولة السعودية قبل وفاة الشيخ بأربع سنوات ولد شخص اسمه محمد بن علي السنوسي أين ولد؟ ولد في الجزائر في منطقة تسمى مستغانم هذه مستغانمة لما قرأتها تذكرت الروائية أحلام مستغانم وهذه الروائية لها رواية جميلة جداً اسمها ذاكرة الجسد أذكر قرأتها قديماً رواية قوية ومؤثرها جداً هذه رواية أحلام مستغانم محمد بن علي السنوسي الناشئة في بيئة صوفية الصوفية درجات في صوفية سيئة وفي صوفية جيدة فكرة الصوفية أصلاً هي ترك الدنيا والاتجاه الآخرة لكن بعض الفرق الصوفية بدأت تعبد القبور والأضرحة والأولياء وإلى آخره من الأمور المنحرفة عن العقيدة الصحيحة محمد بن علي السنوسي نشأ في هذه البيئة التي تعظم الأضرحة والقبور وبعد ذلك بدأت رقى كان ذكي جداً يذكرون أنه كان ذكي وبارح حتى أنه استطاع أن يبرع ويتفوق في أمور كثيرة من العلم والدراسة وبعد ذلك انتقل للمغرب حتى أصبح هو المرجع الأكبر لهم في الطرق الصوفية فأصبح له شأن كبير في المغرب في بعض الطرق الصوفية وأصبح هو أعلى شخص يدرس هذه العلوم برع في ذلك ثم بدأ يناقش مجموعة من العلماء فقالوا له لماذا لا تنتقل للشرق حتى تنظر وتشوف حال الشرق بالفعل قرر أن ينتقل إلى مصر ما وجد هناك وجد أن العلماء محاربين وأن محمد علي باشا يسعى لتدمير فكرة الإسلام وجلب الحضارة الأوروبية وكان بلا هوية ولا عزة ويحاول أن يجعل مصر جزء من أوروبا فكان هذه فكرة الأساسية ثم بدأ يصطدم بالدولة السعودية في عام 1818 سقطت الدولة السعودية الأولى ولكن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما زالت منتشرة ومؤثرة في الجزيرة العربية محمد علي السنوسي من بعد مصر انتقل إلى مكة لما انتقل إلى مكة وجد أمر عجيب بدأ العلماء والمشايخ بدأ الفكر عنده يتسع ويقابل العلماء والمشايخ ويسمع الكلام حتى احتكى وتأثر بطلبة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فلما عرضوا عليه ما دعا إليه الشيخ محمد من تجديد الدعوة والعودة للطريق الصحيح بدأ يتأثر وغير أفكاره صار عنده فكر جديد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب جلس في مكة فترة طويلة وبعد ذلك بدأوا علماء الصوفية يحاربونه ويضايقونه فانتقل مع الشيخ أحمد إدريس انتقل من مكة إلى مدينة صبية وبقي معه فترة طويلة وأنشأ في الجزيرة العربية سبع زوايا وكانت فكرة الزوايا طبعا الزاوية في الطريق الصوفية أنه إنسان يجلس في هذه الزاوية يعبد الله ويأتون الناس له بالأكل والطعام ويتبركون به وبصلاحه وبعبادته هذه الفكرة القديمة لكن محمد بن علي السنوسي غير هذه الفكرة وجعل الزاوية تختل فجعلها مدرسة تعلم الناس الحرف والعلم والقرآن والدعوة وأيضا عندها عزة ومقاومة فلا ترضى بالاحتلال أو بالذل غير فكرة الزوايا وتأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فجعل هذه الزوايا بهذه الطريق حتى في المبادئ الأساسية لحركة السنوسية التي أسسها محمد بن علي السنوسي ذكر هذه الأشياء وذكر أنه يريد أن يخرج الصوفية من الجمودي والخمول وعبادة الأضرحة والقبور إلى العزة والشهامة والبطولة وعدم الرضاء بالذل والاحتلال بعد أن توفي أحمد بن إدريس انتقل إلى الجزائر وحاول أن يدخل الجزائر لكن الفرنسيون كانوا عندهم خبر عن هذا الشخص وأنه بدأ يتحرك بطريقة يرفض فيها الاحتلال لذلك منعوه من الدخول فانتقل إلى ليبيا بدأ يؤسس مدرسته وأفكاره وأنشأ هذه الزوايا ومن ضمنها من الأشياء التي كان يعملها ويحث عليها هي أنه كان يمنع الأوروبيين من أخذ العبيد وإرسالهم إلى أوروبا فكان يخطفهم ويدرسهم ويدربهم في الزوايا وبعد ذلك يعيدهم إلى أهلهم هذه الحركة جعلتهم يكادون أن يجنون الأوروبيين يعني يخسرهم ومع ذلك يعني كان هو من دعاة الحرية والعدل والعزة بدأ يعلم الناس تأثر الناس به كثيرا غيروا الأفكار الصوفية التي كانت تدعو للخمول حتى أن الأوروبيين كانوا لما يكلمون الفرق الصوفية يقولهم ليش أنتوا تخرجون وتقاتلون كانوا يكلمون طلاب المدرسة السنوسية والحركة السنوسية ويقولهم حلنا نأملكم بالطعام ولكن خلوكم في الزوايا حلنا نجيب لكم الأكل والطعام الأوروبيين كانوا يخاطبونهم فيستغربون يقول ليش تخرجون وتقاتلوا أنتم صوفية مفترض ما تتحركون وتبقون في زواياكم أو في أماكن عبادتكم السنوسية غيرت الفكرة بعدما تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في عام 1859 توفي محمد بن علي السنوسي وقبله بعام ولد عمر المختار تأثر بدعوة محمد بن علي السنوسي أبنائه فبدأوا يتعلمون ويعلمون وبدأت تنتشر الزوايا والحركة السنوسية في ليبيا انضم لها عمر المختار وبدأ يتعلم من هذه المدرسة وهذه الزوايا فهو من أهم رموز الحركة السنوسية بدأ يتحرك ويؤثر حتى أصبح هو المجاهد الأشهر في ليبيا وتأثيره الكبير ومقاومته للاحتلال الإيطالي فقد قاومهم واستمر في جهاد قرابة العشرين سنة وقتلوه شنقا عام 1931 ميلادي هذه السيرة التي تمتد بين الجزائر العربية الجزائر ليبيا حتى تصل إلى هذه الشخصية العظيمة كيف تكونت شخصية عمر المختار تجدها خليط من الشرقي والغربي حتى أنها استطاعت أن تنتج شخصية تعتز بها أي شخصية مسلمة فهو رمز للبطولة والقوة والشجاعة ورفض الذل والاستعمار عندما نأتي ونريد أن نتعرف على موقف عمر المختار من الشيخ محمد بن عبدالوهاب تجد أنه من نفس مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حتى محمد بن عبدالوهاب كما يقول الألباني ما هي حركة وهابية كما يسميها الناس وإنما هي دعوة تجديدية للأودة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعمر المختار هذا البطل الشجاع المقاتل إنما هو تأثر بالحركة السنوسية الحركة السنوسية التي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فهذه هي المسألة بالختام ما رأيك أنت؟ هل تتفق معي بأن عمر المختار تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن طريق تأثره بالدعوة أو الحركة السنوسية؟ بالختام أدام الله بقاكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة